هلو بهيدا الفيديو رح نصلح الانتربريت تاع تايلرز اكسبريمنت نحنا بعضنا بدرس الريبليكيشن سو هيدا الاكسبريمنت اسمع تايلرز اكسبريمنت هوني في عندي روتز وهولي روتز اكيد فيهم سالز والسالز عم يعملوا بس الفكرة انه هولي روتز دي ور كولتشر انا ميديوم كنتينين راديو اكتف انا نقول تي راديو اكتف تي تي هي بارت من الدي انا لانه الدي انا هو فيه نايتروجينيس بيز اي سي جي تي فانا استعمل تي راديو اكتف شي يعني راديو اكتف هي سوبستنس تعطيني رايز في حال انا عملت اوتوراديوغرافي يعني في حال انا عرضت لأكس رايز بصير بشوفها بصير بالضوة اوكي؟ سو لما كان الميديوم كولتشرت وذ راديو اكتف تي كان كل الدي انا كل الكرموزوميا اللي بيكون الدي انا راديو اكتف شا عملت بعدين عملت واشينج يعني كبّيت كل شي خاصه براديو اكتف تي وزد تي بس هالمرة نط راديو اكتف يعني The Newly Synthesized DNA ما راح يكون راديو اكتف لانو انا عم بستعمل نون راديو اكتف تي هارجعين باول بارت من الديكسبرمنت انا كت عم بستعمل راديو اكتف تي فكل شي دي انا اي جديد عم يتصنع راح يكون راديو اكتف لانو حيكون عم يعمل انكربوريشن لهيدي راديو اكتف تي بتاني بارت من الديكسبرمنت انا عملت واشينج وستعملت نون راديو اكتف تي فكل شي دي انا اي جديد عم يتصنع عم يستعمل هيدا تي هيكون نوت راديو اكتف سيمبلي لانو ام نوت يوزين راديو اكتف تي اوكي اذا بتطلعوا بهيدي الصورة بتلاقوا انو الكروموزوم نصه يعني واحد كروماتيد نوت راديو اكتف وثاني بارت من الكروموزوم اس راديو اكتف هلا انا حطيط لكم هيدا الصورة لا توضح اكتر هون بهيدا الكروموزوم يلي هو double made up of two chromatids هيدا الميديوم كان radio active بعدين انا عملت washing شو مفروض تعمل هيدا السال مفروض تعمل division ويصير each chromosome made up of two chromatids بعدين تروح تعمل interface بالinterface في synthesis بهيدا الميديوم انا شو عملت انا شلت radio activity عملت washing وصرت عمزيد non radio active nucleotide فالnewly synthesized DNA هون عم بيكون شو not radio active بس لاحظوا each chromosome عم بيكون made up of a radio active chromatid يعني an old strand يلي اردي تصنع هون بينما الnewly synthesized strand عم تكون not radio active سو الهدف من تيلرز اكسبريمنتي فرجينا انه replication semi conservative يعني نص نص strand بيكون one strand بيكون old one بيكون new تب كيف انا بدي اعمل interpret بالinterpret في two parts بدي اعمل analysis وبعدين بدي اقول this indicates that بالanalysis بدي حت result بدي حت variable factor result هنه هوله انه كيف طلعه radio active او لا الvariable هو انه مرة كان في عندي radio active medium وتاني مرة بتاني step ما كان في عندي radio active medium كيف بدي اقولون فاذا باول experiment بقول all chromatids of chromosomes are radio active هيدا شو بسميه هيدا بسميه result result طبع اول experiment result one خليني سميه when the roots are cultured in a medium containing radio active t هيدا كانت الvariable factor او الcondition طبع اول experiment يلي هي هون او كي هوافر هلا ليه بستعمل هون هوافر او وائل لانه it's not the same results i did not obtain the same results here او كي in the second step and after washing the medium and adding non radioactive t هون استعملت الvariable فيكن تبلشو variable فيكن تبلشو result متل ما بدكن هلا هيدا الريزولت طبع تاني experiment each chromosome has a radioactive chromatid and a non radioactive one لهون بكون انا شو عملت بكون عملت الاناليسز شو بيضل عندي بدي اعمل بدي طلع this means that بدي طلع significance اوكي so this shows that what half of the chromatid material is conserved كل شيء قديم radioactive بعضو موجود so the half of the chromatid material is conserved and replication semi conservative semi conservative بتاعني انه half is old half is new اوكي خليني ارسم لكم اياها بهايدي الطريقة هيدا هيدا الكروموزوم بعد الميتوسس شو راح يعطيني هاي يعطيني the same number of chromosome in each cell بس هيكون هلا الكروموزوم made up of هيكون made up each chromosome of one chromatid هلا after replication شو بدي يصير في عندي الاول كروموزوم بيضل موجود موجود so هيدا half of the chromatid material اوكي بعضو موجود هلا the new synthesized strand لك وينا هيدا تصنعت جديد هيدا the new strand so this new chromosome هو made up of what one strand ال old يلي هي بالأزرق one new يلي هي بالأحمر so each chromosome each strand حيكون في sorry each chromosome او each molecule of DNA حيكون في منا part old part new وهيدا يلي بسمي semi conservative اوكي 誰